الموضوع حلو بصراحة يعني انا مش شايف انه بس مسألة توفير سلع اساسية انا شايف كل السلع موجودة يعني لسه حتى كنت بقوله لزميلي العزيز عبدالله الصبري بقوله ده انا شايف ان فيه تلاجة اللحمة وفيها قطعيات مختلفة وحطين مش عارف سجوء بلدي نكتب كده كيلو سجوء بلدي بس ملحقتش الساعة انا عارف ان انا لست من الفئات التي يعني تستحق اي دعم او رعاية الى اخره بس هو كان شكله حلو بصراحة يعني يستهل انه يتجرب اذا صح التعبير على كل حال مش دي المسألة بس اللي عايز اقوله لك تاني اه يا فندم القوات المسلحة الجيش المصري مش بس بيحمي البلد ده على ما يبدو او كما هو واضح وزي ما بقولك دي مش اول مرة ولا تاني مرة ولا حتى عشر مرة دي عشرات المرات قوات المسلحة المصرية بتوجهات الرئيس بتحمي جيوب حضرتك وحضرتك بتحمي محفظتك بتحمي مهيتك يعني بتحمي حضرتك اجتماعيا حتى في الاكل وفي الشرب ودي حاجة مهمة جدا واجب ان احنا نبص عليها ونركز معها ونحط عندها كده ايه كم خط وكم قوس ثقيل علشان بس تتبقى منورة في ازهان الناس